اشتركوا في القناة ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد معاشر المسلمين أيها الإخوة أيها الأخوات أصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلني الله وإياكم من عباده المتقين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد فموضوع خطبة هذا اليوم إن شاء الله عما يدور في بلادنا فرنسا من هذه الأحداث السياسية وما يترتب عليه في هذه الانتخابات من مصلحة للإسلام وللمسلمين في هذه البلاد وقد عودنا أساس في هذه البلاد أن في كل ظرف من الظروف وفي كل موعد من المواعيد المهمة من المواعيد الانتخابية يكثر الحديث عن الإسلام وعن المسلمين وعن كل ما يتعلق بالجالية الإسلامية في هذه البلاد وكثير مننا أيها الإخوة الكرام كثير من المسلمين ينجرون بهذه الشعارات وكثير من المسلمين يتخذون بعض المواقف القطبية بعض المواقف التطرفية التي لا تمد فيها بمصلحة الإسلام والمسلمين ونريد أن نتكلم عن هذا الموضوع حتى نبين أهمية مشاركة المسلمين في مثل هذه المواعيد الانتخابية الكبيرة لأن مصلحة المسلمين تقتضي أن نشارك في مثل هذه المواعيد الكبيرة والقاعدة الفقهية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا بد أن نتكلم عن مثل هذه الأحداث لأن غيرنا يتكلم فيها ولأن غيرنا من غير المسلمين ومن هؤلاء الذين يترشحون ومن هؤلاء الذين يتقدمون لمثل هذه المواعيد يتكلمون بل ويجعلون من صلب ومن أساس برامجهم السياسية التكلم في شأن الإسلام والمسلمين وأي حديث عن الإسلام والمسلمين فلا بد لنا ولا بد كمسلمين أن نواجه هذا أيها الإخوة الكرام حتى نرفع اللبس عن بعض الأذهان المشاركة أيها الإخوة الكرام تكلمنا عن المشاركة السياسية وعن الدولة الإسلامية وعن النظام الإسلامي مرات كثيرة وأريد أن أتكلم اليوم عن المشاركة السياسية في هذه الانتخابات بعض المبادئ وبعض المفاهيم أيها الإخوة الكرام مع قرب كل موعد انتخابي يتكرر السؤال حول مشروعية المشاركة الانتخابية للمسلمين في فرنسا وقبل الإجابة عن هذا السؤال حتى نرفع اللبس لا بد وأن نذكر ببعض المقامات المقدمة الأولى أيها الإخوة الكرام هي قضية الولاء بعض المتطرفين من المسلمين وبعض المسلمين لعندهم غبش على مستوى الفهم يظنون بأننا لو انتخبنا لو صوتنا يكون هذا ولاء لغير المسلمين النقطة الأولى ما معنى الولاء الولاء في شؤون الدين أيها الإخوة الكرام نعم ولله ولرسوله وللمؤمنين الولاء لله في شؤون الدين وهو الولاء العقدي الذي يتعلق بالإيمان بالله وحده والتخلص من كل عقيدة تتنافى مع التوحيد وهذا النوع لا يكون إلا لله ولرسوله ولعباده المؤمنين قال سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا هذا الولاء مقيد بالشرع هذا الولاء في العقيدة الإسلامية فيما يتعلق بالدين الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين يتعلق بالدين وبالعقيدة أيها الإخوة الكرام الأمر الثالي الولاء في شؤون الدنيا حتى نفرق بين الولاء في شؤون الدين والولاء في شؤون الدنيا والمقصود به التعامل بين الناس في المجتمع الواحد أو بين المجتمعات وإن تباعدت بينها المسافات واختلفت مشاربها وعقائدها وتشتمل التجارة والعهود والعقود والمصالحات وتختلف باختلاف الأحوال والظروف وكتب الفقه تحوي الكثير من التفاصيل في هذا النوع من الولاء هذا الولاء في شؤون الدنيا أيها الإخوة الكرام جائز مع كل المجتمعات مع الناس مع المسلمين ومع غير المسلمين باختلاف أحوالهم وباختلاف أزمنتهم وباختلاف عقائدهم وباختلاف أجناسهم وباختلاف ألوانهم فهذا النوع من الولاء جائز وسنبين في شرع الله سبحانه وتعالى وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر جائز لا محالة والأمر الثاني بعض مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم نتبعه في كل أحواله لأنه قدوتنا لابد أن نتقيد بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سواء قبل البعثة أو بعدها حافلة بالمشاركات الإيجابية في الحياة العامة في الحياة السياسية وفي الحياة الاجتماعية عموما وفي الحياة الاقتصادية والإسلام ينبذ التطرف والإسلام ينبذ أن نبقى على الهامش وأن لا نشارك في المجتمع أيها الإخوة الكرام الإنسان المسلم فاعل لابد أن يكون فاعلا أن تخالط الناس كما جاء في الحديث أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من أن لا تخالط الناس ولا تصبر على أذاهم شيء سهل أن الإنسان يعض على جذع شجر ويبقى ولا يخالط هل هذا الذي يريد مننا يعني ديننا الحنيف يريد مننا أن نخالط الناس وأن نؤثر فيهم بأخلاقنا وبدعوتنا وأن ندعوهم لدين الله سبحانه وتعالى هذه هي مهمتنا مهمتنا أن ندعو الآخر فكيف ندعو الآخر إذا كنا متقوقعين إذا كنا نعيش على هامش المجتمع لابد وأن نعيش في قلب المجتمع حتى نؤثر طبعا نتأثر بهذا المجتمع ولكن لابد أن نؤثر كذلك فيه نتأثر بكل ما هو خير لمصلحة الإسلام والمسلمين لفائدتنا لشؤوننا الدنيوية وليس في شؤوننا الدينية نعم نأخذ كل ما هو صالح ونترك كل ما هو طالح هذا هو التأثير الإيجابي في المجتمع وليس معناه أننا نذوب في المجتمع وأننا ننصهر تماما في المجتمع وأن نترك وأن ننسى تقاليدنا وعاداتنا وأن ننسى ديننا بالدرجة الأولى في بعض التقاليد والعادات الأحرابين أن ننساها لا تمدتوا بصلة إلى الدين ولا إلى الإسلام إنما الذي لابد أن نحافظ عليه نحن كمسلمين كجالية في هذه البلاد هو تمسكنا بديننا أيها الإخوة الكرام ومشاركة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت في الحياة حتى قبل الإسلام ومن أهمها الإسلام الآمر بالمعروف ومن أهمها حرب الفجار وكانت من بعض القبائل النبي صلى الله عليه وسلم شارك في هذه الحرب التي كانت من بعض القبائل التي وقع منها اعتداء على حرمة أرض الحرم في شهر في الأشهر الحرم فلم يجد أهل مكة بدا من الدفاع عن المقدسات وقد كان العرب فيهم بقية من الاحترام والتعظيم للمقدسات ولمكة ولبيت الله الحرام ورثوا ذلك عن طريق الحنيفية الإبراهيمية واستمرت هذه الحرب أربعة أعوام وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنذاك بين الخامسة عشر والتاسعة عشر سنة وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحرب قبل مجيء الإسلام قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم شهد هذه الحرب بنفسه وشارك فيها مع أعمامه وقال كنت أنبل على أعمامي أي كنت أدافع أن نبل عنهم أي أرد عنهم نبل عدوهم وذلك شعورا منه بما يختضيه واجب الدفاع عن الوطن ورد العدوان والظلم الأمر الثاني شارك النبي صلى الله عليه وسلم في حلف يسمى بحلف الفضول وكل كتب السيرة تتطرق إلى هذا الأمر وهو حلف جرى في دار عبد الله ابن جدعان بين أكبر وأهم قبائل مكة وكان من أهم ما ورد في هذا الحلف أن لا يجد بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه هذا أمر طيب أن نكون مع المظلومين هذا الحلف يجمع قبائل مكة كلها على نصرة المظلوم وهذا أمر جيد في ديننا أيها الإخوة الكرام وكانوا على من ظلمه حتى يرد عليه مظلمته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعث عن هذا الحلف الذي شارك فيه يقول في سيد نبي عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى مثله في الإسلام لا أجبت لو دعيت إلى مثله في الإسلام لا أجبت حتى مع غير المسلمين إذا كان المقصود الهدف هو نبيل الهدف هو نصرة المظلوم القاسم المشترك أن ندافع عن المظلومين ما كان مشكلة أن نتحالف مع غير المسلمين مع الذين لا يؤمنون بالله عز وجل ولا بنبيه صلى الله عليه وسلم لأن الهدف نبيل أيها الإخوة الكرام ويقول الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه معلقا على هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإن الحمية ضد أي ظالم مهما عز ومع أي مظلوم مهما هان روح الإسلام الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والواقف عند حدود الله وظيفة الإسلام أن يحارب البغي وظيفة الإسلام مهمة الإسلام أن يرفع هذا الظلم أن يرفع هذا الغبن أن يرفع هذا البغي في سياسات الأمم وفي سياسات الأفراد على السواء ومشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحلف يعد موقفا إيجابيا منه حيث اعتبر أنه جزء من هذا المجتمع اعتبر نفس النبي صلى الله عليه وسلم جزء من هذا المجتمع مثل ما نعتبر أنفسنا أيها الإخوة الكرام جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع الفرنسي الذي يحترم الدين والذي نجد فيه الإسلام الديانة الثانية أيها الإخوة الكرام بالرغم أن بعض الناس و بعض الساسة يقولون بأن الإسلام نعم هو الدين الثاني في فرنسا ولكن يربطوه دائما si vous avez vu tout le monde est d'accord que l'islam c'est une réalité que l'islam est la deuxième religion de France mais le problème c'est qu'il faut que cet islam reste toujours un élément endogène un élément étranger et même quand on parle des étrangers en France on parle de l'islam quand on parle de l'immigration on parle de l'islam l'islam aujourd'hui chers frères chères soeurs fait partie de la France fait partie du paysage français c'est fini l'islam est un étranger l'islam est la religion numéro 2 deuxième religion de France l'islam en France, l'islam de France il est enraciné aujourd'hui dans la société française 6 millions à 10 millions de musulmans ce ne sont pas des étrangers ce sont des citoyens français et c'est un étranger de l'islam qui est un étranger de l'islam la France aux féminins l'islam il s'est marié avec la France c'est fini l'islam est un étranger de l'islam l'islam est un étranger de l'islam l'islam est un étranger de l'islam l'islam a épousé l'islam masculin a épousé la France aux féminins il a eu des enfants les enfants c'est vous c'est nous tous la communauté musulmane l'islam est un étranger de l'islam la société française il a eu des millions 6, 7, 10 millions peut-être 10% de la société française nous représentons 10% de la société française c'est quand même c'est une force considérable et aujourd'hui on ne peut pas dire est-ce qu'on ne peut pas demander à ces enfants de l'islam de France les enfants de cette union sacrée on ne peut pas demander choisi ton père ou choisi ta mère on ne peut pas choisir je choisis mon père et je choisis ma mère tu ne peux pas j'aime les deux j'aime la France et j'aime l'islam l'islam a épousé la France et moi je suis les fruits je suis l'enfant de cette union sacrée vous êtes l'union de cette union sacrée c'est fini où est-ce que vous voulez qu'il parte cet islam il est là il est chez lui et c'est le nœud du débat des frères et des soeurs et les moucharaqués le maddés nous allons revenir nous allons revenir sur le sujet que le Nabi sallallahu alayhi est-ce qu'il y a eu qui 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 est-ce qu'il y a eu بل حتى بعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة مشال مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حيث اتسعت هذه المشاركات لتشمل الجوانب المختلفة فقد روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغه في زمن الحديبية أن جائحة أزمة كبيرة أن جائحة كبيرة ألمت بأهل مكة فأرسل إليهم وكان نبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكانت أزمة ينديزات أزمة اقتصادية في مكة المكرمة الناس جاعوا من قد ما يأكلوا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم حاطب ابن أبي بلتعة وأرسل معه خمسمائة دينار ليشتري لفقراء مكة ومعوزيها ما يحتاجون إليه شوف هذا الرحمة شوف هذه العلاقات الإنسانية شوف هذه القيم الإنسانية اللي بناها النبي صلى الله عليه وسلم هو كان في المدينة وهما كانوا في مكة وتعرفون ما الذي جار بين مكة والمدينة الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم عانى من أهل مكة ما قالش خلهم يموتوا لا لا يرجعهم لا لا يقلبهم لا وهذه قيمة إنسانية كبيرة أيها الإخوة الكرام عادوه النبي صلى الله عليه وسلم واضطهدوه وأخرجوه من مكة وبالرغم من هذا بعث إليهم في زمن القحط وفي زمن الأزمة تفضلوا أخوانا الكرام تقدموا مبارك الله فيكم تقدموا تقدموا اليوم يعني فيها يعني عطلة والناس ما شاء الله موجودين حتى في كل واخ فكل واحد إن شاء الله يعمر الصف دياله وراء موجودين على كل الأماكن مرسمة في الأرض كل واحد يحكم البلاسة دياله الله يبارك فيكم كل واحد يعني يحكم المكان دياله والإخوان اللي في لكولوار مشاء الله نشبك لكولوار عمر يتفضلوا يدخلوا المسجد أرادا الذي Thiهل تشعروا أن يدقوا إن شاء الله يددا الى ممسكة تفضلوا يا إخوانا تفضلوا تقدموا تقدموا يعني والله يبارك فيكم فقلت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في وقت الأزمة وفي وقت اشتدت فيه الأزمة في مكة وهو كان في المدينة المنورة وكان سلع الحديبية لم ينتهي بعد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بخمسمائة دينار ما حاطب ابن أبي بلتع حتى يصرفها على الفقراء والمساكين من أهل مكة من المشركين من الذين لم يتبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم من الذين بقوا في مكة ولم يتبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه قيمة إنسانية كبيرة أيها الإخوة الكرام تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه منعه من دخول مكة ومع هذا رأى أن من واجبه أن يساعدهم في تخفيف ما أحل بهم من مجاعة أيها الإخوة الكرام والمتأمل في دستور المدينة أو المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين واليهود والعرب والمشركين وبهم كان يتكون المجتمع المدني كان فيه مسلمين ويهود وعرب مشركين بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولاء العام حقا لجميع المواطنين الولاء العام حق لجميع المواطنين بغض النظر عن دينهم وجنسهم ولونهم وكأن مجتمع المدينة في عائد النبي صلى الله عليه وسلم يشبه نوعا ما مع المفارقات يشبه نوعا ما هذا المجتمع الذي نعيش فيه فيه مسلمين وفيه غير المسلمين وفيه اليهود وفيه المشركين كل هذه الأطياف موجودة أيها الإخوة الكرام وكأن هذا المجتمع يشبه ذاك والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الولاء للمواطنة وهذا أمر يمكن أن نستفيد منه أيها الإخوة الكرام في واقعنا الحالي المواطنة كل واحد يعتبر نفسه مواطن في هذه الدولة في دولة المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي يجمع هؤلاء المواطنين أيها الإخوة الكرام هذه المعاهدة الأمر الأول وأن بينهم بين الموقعين على هذه المعاهدة كل أطياف المجتمع أن نصر على من حارب أهل هذه الصحيفة الأمر الأول أن ندافع جميعا عن بلدنا أن ندافع جميعا عن بلدنا الأمر الثاني أن ننصر المظلوم وهذا أمر كذلك أيها الإخوة الكرام قيمة اجتماعية قيمة إنسانية الأمر الثالث وأن بينهم النصر على من دهم يثرب إذا كان شيء عدو جاء على المدينة على يثرب فاليهود والمشركين والمسلمين كلهم يهبوا لنصرة المدينة ونستنتج من هذه البنود الثلاثة أن المسلمين في المدينة استطاعوا أن يتعاونوا مع بقية أفراد المجتمع وطوائفهم مختلفة على الوقوف ضد كل من يريد إحداث فتنة بين أفراد المجتمع الواحد والوقوف إلى جانب المظلوم أيًا كان والوقوف للدفاع عن وطنهم المدينة إذا تعرض لعدوان خارجي وهذا الولاء العام يدخل فيما أسميناه بالولاء في شؤون الدنيا الأمر اللي بدناه في البداية قلنا كأن في شؤون الدين هو لله ولرسوله وللمؤمنين والولاء في شؤون الدنيا وهذا الذي تقرر وهو يقرر أنه بإمكان المواطنين أن يجتمعوا وأن يعيشوا في مجتمع واحد مع اختلاف عقائدهم بل أن هذا الدستور جعل أهل الكتاب أمة مع المسلمين من بنوده أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين الأمر الثاني لليهود دينهم وللمسلمين دينهم الأمر الثالث بقية القبائل اليهودية لها نفس الحقوق التي لبني عوف وهذا في الحقيقة نجتمع أيها الإخوة الكرام في المواطنة مع كل أفراد المجتمع ولذلك نجعل المواطنة هي التي تجمع كل أطياف المجتمع وكل شرائح المجتمع أيها الإخوة الكرام وأن ندافع عنها وإذا اشتركنا معهم في هذه المواطنة يعني هذا أنه لنا حقوق وعلينا واجبات أيها الإخوة الكرام والخلاصة أيها الإخوة الكرام يتبين من موضوع الولاء أن الموالات في أمور الدنيا بين المسلمين وغيرهم أمر مشروع وسيرته صلى الله عليه وسلم أفضل بيان لذلك فقد كانت له مشاركات عديدة مع غير المسلمين في المجتمع المكي والمجتمع المدني لدفع الظلم والبغي وتخفيف المصائب والنكبات كما أن دستور المدينة كان أوضح مثال على تعاون أصحاب الوطن الواحد على اختلاف معتقداتهم في إرساء قواعد العدل والمناصرة والتعاون على البر فالمتأمل في هذه الوثيقة والمتتبع لعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين يجد أن الولاء الدين محصور بين المسلمين الذين يجمعهم دين واحد وعقيدة واحدة بحيث يكنون المودة والمحبة لبعضهم ويتعاونون في إيجاد المؤسسات التي تساعدهم على إقامة شعائرهم والمحافظة على تطبيق دينهم بينما الولاء في شؤون الدنيا هو أعم لأنه يشمل جميع المواطنين الذين تربطهم علاقات مختلفة علاقة المواطنة وعلاقة المصير المشترك نحن نعيش في مجتمع واحد لنا مصير مشترك ولنا مواطنة واحدة وعلاقة الجوار وأحيانا علاقة النسب اختلطنا في هذا المجتمع ثم تتوسع هذه العلاقات إلى اقتصادية وتجارية وعلاقات دولية أيها الإخوة الكرام والإسلام كما نفهمه من نصوص القرآن والسنة رحمة كله وعدل كله وخير كله ومن مقاصده الكبيرة أنه جاء من أجل تحقيق المصالح العليا للمجتمع ودرء المفاسد فردية كانت أو جماعية والانتخابات في الأنظمة المعاصرة هي وسيلة من الوسائل التي يعبر الشعب من خلالها عن الأشخاص وعن البرامج التي يحملونها ويحكمون عليها ويحكمون عليها ويختارون الصالح منها أي ما يرون أنه الأفضل والأصلح للمجتمع ما نقوله أننا في مجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية كما يحلو لبعض الشباب ولبعض الناس نحن في مجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية فلا يجوز الانتخابات ولا يجوز لنا أن ننتخب أنك إذا انتخبت فإنك تنتخب غير المسلمين وإنك تدعم برامج غير المسلمين وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام لا نقبله في فلسفتنا وفي نظرتنا وفي منهجنا إنك تعيش في هذا المجتمع لا بد أن تتفاعل معه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نعم أخي الكريم هناك من ترشحة هناك 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 إذا بغيت تنتقل من شيء واحد اليوم عندك وحدة الرصاصة اطلقها اطلقها نار لحد الرصاصة هذه لا تخليهاش عندك فيه بعض المسلمين اللي ما انتخبش نهائيا منذ سنوات وعليش بنت الجنسية يا أخي الكريم علاش جبت الجنسية مش رجع الجنسية دي بالله عليك عندك الجنسية الفرنسية ما تظلش غير مخباحات استفاد منها في أمور جاء الآن الوقت دورك الآن أنك تشارك في هذه الانتخابات أنك تشجع اللي نشوفه فيه مصلحة للإسلامي والمسلمين احنا ما نقولوش هذو كلهم كفار ولا كلهم غير مسلمين ما يسلحوش نهائيا ونمشي هذا سهل هذا هذا يحب يتنصر من مجتمع يحب يخرج يعيش على الهامش احنا ما نعيشوش على الهامش ان فيه او كور دي با تمشي تشوف قرأ الحمد لله رانا في مجتمع يقرأ ويكتب ويفهم ويتعلم ومشي قرأ البرامج يا أخي الكريم الان عندك دوه مجبزة جونسي بابلون كل واحد على كل حل نحترمه ولكن نحن من الذين يمشوا ويصوتوا ويختاروا لأن كذا ما اخترتش رايح الضعف الصوت الإسلامي وهذه عارفينها ولذلك عرفته في المدة الأخيرة الهجمة الشارسة هذه على الإسلام والمسلمين ليس فقط من اليمين المتطرف بكري كنا نظنه غير يمين المتطرف ما كناش دارين له الحساب الآن اليمين المتطرف طلع ما شعر الله طلع في السنداج والطلع في في الزوط في الإلكشان ليس كذلك على المتطرف طلع لأننا نحن 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 حلش؟ أنا أظن لو كان المسلمين يمشون وينتحبوا وينتحبوا أنهم المسلمين يمشونوا في المسلمين يمشونوا في المدين في المنطرف أنا أعطي أن يكون certain أن هذا التعادر 19% أو 20% يمكن أن التعادر الكون على المسلمين وكذلك لا تفكر في موضوع التخليصة في الفئة المتطربية تُعيحين للترهيات للمحاجم وكذلك تُعيش بين الله سبحانه وتعالى من الخلاف المؤسس أنك لأنك لا يفعل من تطعف هذا هو المتطرف كيف تتفقى في المنزل وكيف تتفقى في المنزل كيف تتفقى في المنزل المتطرفين يجب أن يدفع لأنه لا يتحدث يسأل نحن لا يفعل لا يفعل لا تدركوا تواصلوا حتى الليلة في القناة لا تدركوا في الجزائر اهلا يفعلوا على فتنين لا لا يكون Spring فقط لم يكن من دقائق لكن لديني عزيا لكن جديد في المترجم لماذا لا ت تصبب كيف رمضة كما ستكون كيف تدركك وكيف تدركك هذا يوم يعمل في خمس دقائق. يجب أن يجب أن يقوم بصوتك. لا يوجد العذر. أدعوكم. لأننا الآن نبينوا الذي يحب المسلمين. يجب أن ندعمه. الذي يضرب المسلمين و الذي يكسر المسلمين يجب أن نضعفه. حتى نبينوا أن المسلمين الآن وعيين وأن الإسلام يجب أن يتجذر في هذه البلاد. هذا ليس إليمان إتراجي. هذا ليس إليمان. هذا ليس إليمان. كما يفعل المسلمين الآن. الحمد لله رب العالمين. ولكن يجب أن يقوم بصوتك. إذا رأيت المسلمين يقوم بصوتك بقوة. وعدد هائل من المسلمين الذين لديهم الجنسية الفرنسية يقوم بصوتك. لا تكون كل هذه المسلمين على الإسلام المسلمين. أخواننا الكرام سألنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. سألنا سبحانه وتعالى يجبنا لفي إصلاح الإسلام المسلمين. يقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سألنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله والصحبه والسلام والسلامة والسلامة والكثير من كثيرا قام بالمعارضة اتمنى المترجم للقناة 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 المترجمات للمشاهدة 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 بسأورة وعال من المجاتís لحاجة الإجابة تتجرب النارد من الجديد إلى تحاضر براية خارجة إلى الحالة ومعات بناء الخبرية خارجًا زوجًا يمكننا الإinkenاء دهن رحل في المساعدة أحمد الله إلى الوظيف ترياتي يمكننا الإنساعدة من المساعدة دهن Madison يمكننا الإمكان بإمكانهم طالما على ستيت ميلي طالما لحاجة والحاجة والعجال وحاجة اجد Septièmement, la légalité ou la légitimité de la participation politique s'applique aux femmes musulmanes comme aux hommes. Voici quelques fondements de la participation des musulmans dans la vie politique. C'est Dieu pour nous attirer le meilleur. C'est Dieu pour nous attirer le candidat qui est en place. Et nous, comme nous les ai dit, ch'aussi les chansons, dans cette mosquée, sur ce membre, on ne dit jamais sur qui. On ne donne jamais conscience de vote. Les musulmans ne ont pas besoin de conscience, ils ont besoin de ne compter les messages. جميع أن نعرف على ما نسوطى وعرفين الكلية في المحلل وعرفين منذ سنوات أننا لن نظر على جيدة على تلك أو تلك الوصولة لا يوم من المدينة ولكنك تدقل من المدينة من خلالنا أن يوفيقنا لما فهي خيرو الإسلامي والمسلمين والصالح العام لذلك نظر أن نشوف على نظره على الإسلام والمسلمين لا يوجد ما تقولون على الإسلام والمسلمين ولكن أيها الأخواتي الكرام نصنف الدكتوائح انا من دخدم περιادي لأننا حتما تعلم hele citeنا دعين لاننا نحتاج بالمج routing كما trillionان الله فنه وی اعطینا في خاطئه و الله garant ولم Edwards ومرون روم الله منصور الإسلم والسجم كان الله منصور الإسلام والسجم كان الله منصور الإسلام والسجم كان الله منصور الإسلام والسجم كان الله تعالى على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وتفضل وتكرم إنك أنت الله الأعز الأكرم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فأرجوكم أخوانا الكرام أن يعطوا ما تيسر لصالح هذا المسجد تعرفون جيدا مصاريف المسجد فأدعوكم أيها الأخوات الكرام في هذا اليوم المبارك إن شاء الله أن كل واحد مننا إن شاء الله يعطي ما تيسر ويتصدق ما تيسر إن شاء الله لهذا المسجد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذا إنه على كل شيء قدير أقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله وقوموا إلى صلاتكم ويرحمكم الله فاستغفروا الله وقوموا إلى صلاتكم